بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله يعد التمر أحد الثمار العالية بنسبة السكرية لذلك يجب الحرص عند تناول التمر من قبل الأشخاص الراغبين بالتحكم بمستوى السكر في الدم مثل مرضى السكري ومن الجدير بالذكر بأن تناول التمر باعتدال ليس له أي علاقة برفع مستوى السكر في الدم إذ يسبب ارتفاع السكر بنسبة قليلة جدا كما إن مؤشر الجلاسيمي للتمر يعد منخفضا لهذا السبب فإن التمر لا يسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل مبالغ به سواء كان الشخص مصاب بالسكري أو حتى لدى الأشخاص الطبيعيين أيضا لا يعني هذا الأمر بأن تناول التمر لا يرفع السكر ولكن يظهر هذا التأثير عند تناوله باعتدال فقط إذ يؤدي تناول كميات كبيرة من التمر حتما إلى رفع مستوى السكر في الدم بالتأكيد فمن هنا البعض يقول أنه ضار لمريض السكر لأن استهلاكه أعلى من الكمية المسموح بها والبعض يقول إنه جيد لمرض السكر وذلك لأنه ملتزم بالكمية المحددة له والكمية طبعا لكل شخص مختلف عن الآخر تبعا لحالته ووضعه الصحي والمتوسط هو ثلاث حبات متوسطة الحجم لمرض السكر نتمنى للجميع دوام الصح والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار عتفاع لكم إثقاتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله